وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسليد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي أمم محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أندي سؤالي تفضلي أمم محمد أختي قطع الاتصال من عندك أعيد السؤال لو سمحت أمم محمد راحت ألو تفضلي أختي تفضلي ما أسمع حاولي أمم محمد حاولي مرة ثانية بارك الله فيك لأن انقطاع من عندك يا أمم محمد طيب تفضلي أهند السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام يا شيخ الله عافية أنا كلمت كم ساعة عشان المناكير كذا عشان الصلاة بس يا شيخ اليوم أني أبغى أختص تبين معي لون البني هذا ولي اليوم 28 يوم مالدة هو أختص وصلي أعيد الصلوات وصلي يعني قصدك قصدك أختي أنت الآن انقطع عنك الدم يعني انقطع عني الدم مدة يوم كذا أو يوم ونص أو يومين تقريبا أيوة بس اليوم مني جيت أبغى تسل أشوف لون أبني لون كذا طيب إن شاء الله وأنا لحد الآن نافست إن شاء الله هذا أول سؤالي شيخ كم لك الآن في النفاس كم يوم اليوم 28 يوم 28 يوم طيب السؤال الثاني السؤال الثاني شيخ اللي أقول بعمرك أنا معي وسواس أول ما جاني الوسواس بصلاتي تخلصت الحمد لله وصدل الله من نهب صلاتي وجانب الوضوء تخلصت بالوضوء الحين اضطر الأمر جاني بالأكل يعني لو مهما كان الأكل أكون أكل من أمي أو أكل من بيتي أو أكل من أيات مكان أقول الأكل بالشي يعني مو طبيعي الحين صارت درجة يعني الحجين يمغلط الأكل من بقالة أو الشي صار حتى المي صار معي يعني مرة يا شيخ الوسواس جاني بطعامي طيب إن شاء الله والسؤال الثالث يا شيخ وهو في الحمام كانها مضربة زرقة بجسمها نوديها للمستشفيات وكذا ونسألة حولات حليل حصات يقول ما فيها شي الله يحفظك يا شيخ إن شاء الله الله يعافيك آسفة على تأخيرك يا شيخ يا شيخ كلمة خيرة يعني كل ما يصير عندنا شي أو يصير أو يحفظ شي عندنا يقول زوجي يلا حفظها الله هذه خيرة خيرة كل شيء خيرة إن شاء الله يعني الكلمة هذه هي زينة الكلمة إن شاء الله تسمين الجو مرحب مرحب حالة وسهلة رضليا حنان سلام عليكم عليكم السلامة ما يعطيك العافية والصحة يعافيك يا شيخ السؤال الأول بالنسبة لندر أنا ندرته زمان وأنا ما كنت أعرف إنه ندر مكروح كنت مريضة وبعدين ندرت ندر إني أطلع صدقاء المهم أنا تحسنت شوي بس ما خفيت وطلعت الندر وأنا ما كنت خفيت تماما من المرض وبعدين الحمد لله راحت الأعراض شوية شوية هل يلزمني إني أرجع أطلع الندر هذة مرة ثانية أو أنا كده طلعته إن شاء الله السؤال الثانية يا شيخ بالنسبة لإغماض العين على شال الخشوع هل الإغماض مستمر غلط يعني يجري جائز أو لازم أفتح عيني يعني إذا كنت فقط شوية الخشوع وحاولت أفكر عيني شوية وبعدين فتحتها عابل إن شاء الله أم يلزمني دائما إني أفتح عين إن شاء الله السؤال الثانية يا شيخ بالنسبة لأمس أنا فألتك بالنسبة للحديث اللي قلت لي إنه مكذوب وموضوع على الخبر على سيدنا الخبر أنا صراحة محساة أختي اللي بعثت لي الدعاء وألتت له هذا دعاء كويت وإقري قبل النوم المهم أنا لما تحريت منك وعرفت رجعت لها مرة ثانية وقلت لها هذا موضوع مكذوب وغلط يعني بنبهك إنك ما ما تستخدمي أو ما تستخدمي يعني إنهو موضوع قالت لي لا أنا جربته وفعلا شفت أحد حاسيتني بالمنام ومش بقتنع بكلامي كيف أقنعها إن هذا الشي يعني هي بتقول عن تجربة أنا جربت وشفت فايدة من وراء وإنه هذا الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هو حرام فليش يعني يعني أنا أنا بقتنع ليش إنه هذا الشي حرام أنا بقولها هذه الدعاء إذا أنت نشر فيها بهذا الشكل فسي هذا كل من كلام من بعض إيش كان الحديث هو السؤال عنه اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرد عليه إسراء الجبريل عليه السلام بعدين بكائيل يرد عليه ما شاء الله الخير كله بياد الله بعدين يرد عليه إسرافيل ما شاء الله لا يصرف شر إلا الله طيب بعدين سيدنا الخضر يعني إلى آخره طيب واضح هذا دعاء واضح طيب كل سؤال الأخي الشيخ بالنسبة له إذا إذا اختصار معنا يعني يعني في التهديد بقطع الرزق مثلا أو انتهاء عمل لزوج وهل يجهز إنه الإنسان يضل يدعو أنه يدعي إنه هذا الأمر لا يتم أو أنه يدعي بالخير يعني إيش الأفضل إن شاء الله شكرهم الله جزيك مرحب 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 حياكم الله طيب الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأنها والد يعني نفسها الآن من 28 يوم تقول انقطع عني الدم مدة يوم أو يومين والآن بدأ ينزل علي اللون البني تقول هل أنا ما زلت نفسها هند بارك الله فيك بالنسبة للمرأة النفسة أو النفاس لا حد لأقله فالمرأة متما إن رأت الطهر يجب عليها أن تغتسل مباشرة وأن تصلي ولو كان بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين أربعة مباشرة تقوم وتصلي بمجرد أن ترى الطهر وذلك بالقصة البيضة التي تعرفها النساء أو بالنقاء التام وهو مدة 24 ساعة يوم وليلة تقريبا ما نزل شيء يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي ولا تنتظر إلى أربعين يوم كما يفعل كثير من النساء هدان الله وإياهم يعتقدنا بأنه لازم تكمل الأربعين وهي قد طهرت قبل الأربعين يجب أنت الآن يجب عليك أن تغتسل وأن تصلي وأن تقضي ما فاتك من الصلوات في مدة اليومين التي تركتها هند من السعودية تقول أنا كان أصابني وسواس في الصلاة والحمد لله تخلصت منه ثم أصابني الوسواس انتقل إلى الوضوء تخلصت منه الآن الوسواس بدأ يعتيني فيه الطعام تقول لو جاء أن الطعام مغلف تقول أوسوس فيه ما حكم ذلك يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للوسواس لا خير فيه وأنت ولله الحمد قطعت مرحلة كبيرة جدا من القضاء على الوسواس قضيت على الوسواس في الصلاة وفي الطهارة ولاحظي كيف أن الشيطان يتنقل بك من شيء إلى شيء إذا كنت ولله الحمد استطعت أن تتخلص من وسواس الوضوء وسواس الصلاة وهذا بتوفيق الله عز وجل أنت قادرة على أن تتخلص من وسواس الطعام قادرة هذا أمر سهل جدا أمر الصلاة وأمر الوضوء الصحيح في صعوبة مجاهدة أمر الطعام سهل يا أختي الفاضل وذلك بارك الله فيك يعني تعود بلاي تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم وعيشي حياتك بشكل طبيعي وشوفي يعني اللي حولك شوفي والدك خواتك جاراتك شوفي صديقاتك بنات عمك بنات خالك الجميع يأكلهم بشكل طبيعي أو يصنعون الطعام ويأكلون يجبون مطعم ويأكلون ما عندهم أي مشكلة فلذلك يعني حاولي قدر المستطاع بل يجب عليك أن تتركي مثل هذا الأمر وأن لا تسمحي للشيطان أبدا أن يتنقل بك من شيء إلى شيء يمكن الله العليم إذا تخلصت من وسواس الطعام ينقلك إلى وسواس آخر وهذا سبب أنت أنت اللي سمحت للشيطان أنه يعني ينقلك من شيء إلى شيء لا تعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم اكسري هذا الحاجز اللي الآن الشيطان الهلامي هذا اللي يبنيه الشيطان هو ليس بشيء هذا ينسج مثل بيت العنكبوت ما يصمد أمام الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى يتبدد فأنت يأخذ الفاضل الشيء لعن بالك هذا الشيء الأصل في الطعام الحل والجواز والإباحة يقول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيباته من الرزق قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم لا من اختصاص والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد طعاما موجودا أي طعام يقدم للنبي عليه الصلاة ما كان يرده وإذا كانت نفسه تعافى يقول لي أصحاب كل أنتم مثل الضب لما وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام كف يده فلما كف يده الصحابة كلهم تنعوا عن أكله فقال ما لكم يقول لنا قال يا رسول الله رأيناك قال أجد نفسي تعافى لأنه ليس بأرض قومي ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافى كل أنتم فاجتره خالد بن وليد فأكله ما كان عليه الصلاة والسلام يعيب طعاما أو يرد طعام موجود مثلا يأكل موجود خبز الشعير يأكل بقية الأطعم أكل الدجاج وأكل اللحم لحم الماعز ولحم الغنم ولحم الإبل وشرب اللبن وأحيانا إذا ما وجدت شيء قال إني صائم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أترك عنك هذا الوساوس ومن اليوم يجب عليك أنك تكسري هذا الحاج وأي طعام تأكلينه من اليوم ما دامنا حلال نحن الحمد لله الأطعمة الأصل فيها الحلوة الإباحة ما عندنا محرمات إلا يعني عدد قليل اللي وردت في القرآن بارك الله فيك هند من السعودية تسأل تقول يعني إذا دخلت دورة المياه المرحاة ثم أذن المؤذن علي شيء ما عليك شيء يا أخت الفاضل يجوز للإنسان أن يدخل قبل الأذان وأثناء الأذان وبعد الأذان يجوز أن يدخل الحمام والناس يصلون والمساجد يعني قد رفعت أصواتها بقراءة الإمام ما في شيء كل هذا جائز ولله الحم ما لا علاقة ما لا علاقة يعني الآن الشخص لو دخل الحمام مثلا وأذن يطلع ما لا علاقة يا أخت الفاضل الكلام وين الكلام اللي في الحمام يستطيع أن يردد خلف المؤذن أو لا هذا اللي بحثها العلماء الجمهير يقول لا مكروه كيف يذكر الله في الحمام وبعض العلماء يقول لا بأس لو ذكر الله وردد خلف المؤذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا عام وبعض العلماء قالوا ليذكر الله بقلبه يعني يمر على قلبه هذا الذكر بارك الله فيك هند من السعودية تقول أنا عندي بنت عمرها تقريبا سبع طعش أو ثمن طعش تقول كل ما أقول لها صلي تقول لي بعدين تقول البنت هذه تطرع فيها كدمات وديناها المستشفى قالوا ما في سبب يعني معين تريد نصيحة لابنتها أختي هند بارك الله فيك من السعودية بالنسبة لبنتك الآن بالغة بلغت والآن يجري عليها القلم ويجب على بنتك أن تعلم هذا الكلام فهناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والآن بدأت تكتب عليها السيئات منذ الساعة التي بلغت فيها بدأ ملك السيئات يكتب عليها السيئات والسيئات نوعان ترك واجب ووقوع في معصية فترك الواجب هذا ذنب من الذنوب العظيمة والوقوع في المعصية أيضا ذنب من الذنوب العظيمة ولذلك لا بد أن تعلم ابنتك أن الآن هناك ملك يكتب عليه هذه السيئات ويكتب عليه هذه الذنوب من ترك الواجبات أو فعل المحرمات الأمر الآخر بالنسبة للصلاة عمود الإسلام الصلاة هي العمود عمود الإسلام نبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالصلاة رأس الإسلام وعفو الصلاة عمود الإسلام ولذلك الله عز وجل أمر بها بل أمر بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وآيات كلها تشير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء و آيات كثيرة تشير إلى أن الله تعالى أمر جميع الأنبياء بالصلاة و هذا يدعي على ماذا؟ على أهمية الصلاة و لذلك أعظم ركم من أركان الإسلام في ديننا بعد الشهادة الصلاة و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و لذلك الله عز وجل توعد تارك الصلاة بالنار و العياذ بالله قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية يقول جل وعلا في آيات كثيرة الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل واد في جهنم على قول بعض أهل العلم من أهل التفسير و قيل ويل كلمة تهديد و وعيد من الله عز وجل و النبي عليه الصلاة و السلام يقول العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تراك فقد كفر و يقول عليه الصلاة و السلام بين الرجل و بين الشرك أو الكفر تركوا الصلاة تركوا الصلاة و ما يحافظ على الصلاة و على الوضوء إلا مؤمن فلذلك كيف الآن ابنتك تقول بعدين و بعدين هذه الكلمة بعدين و سوف هذه من أعظم مفاتيح إبليس من أعظم أبواب الشيطان و العياذ بلله الشيطان أعظم أسلحته و مفاتيح الشر اللي عنده على ابن آدم أنه يقوله بعدين الآن بعض الناس يقول بعدين بعدين تخترمه المنية و يفجأه الموت و يقف بني ذي الله عز وجل مفلس أنا أسأل بنتك الآن هي تضمن تعيش إلى بكرة هايا هند قليلها قليلها تضمن تعيش إلى بكرة إذا قالت نعم خليها تترك الصلاة و بعدين تتوب إذا قالت نعم العمار بيد الله لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون و ما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا و ما تدري نفسهم بأي أرض تموت بنتك ما تشوف هالأخبار و هالوسائل التواصل إفلان ماتت و إفلان ماتت بعمر الزهور اللي عمره عشر سنوات و اللي عمره خمسة عشر سنة و اللي عمره عشرين سنة و اللي عمرها أكثر و اللي عمرها أقل و بعضهم يعني الآن أمس ولدوا و اليوم ماتوا ما تشوف هذا الرسائل من الله عز وجل هذه آيات هذه آيات و الله إن الموت أعظم عبرة للإنسان و أعظم درس للإنسان زوروا المقابر فإنا تذكركم الآخرة كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا في ناس في قمة صحتهم قمة نشاطهم و في زهرة حياتهم و شبابهم فجأة قالوا و الله في الآن مات فلما نحن نتابع نشوف بعض الحسابات و بعض وسائل التواصل هذا سبحان الله في ما زال لم يبلغ مات و هذا بلغ و مات و هذا كبير و هذا صغير و هذا ذكر و هذا أنثى فالله رسائل من الله و ماش فائدة الإنسان اللي يقول غدا و غدا و بعدين الصلاة مقدورة عليها و لله الحمد الصلاة ما بيشيء صعب الشيطان هو اللي يصعب الصلاة على الناس هو اللي يعسر الصلاة على الناس ما في أجمل من الصلاة صلاة جنة أليس في الدنيا جنان نعم في الدنيا جنان من أعظم الجنان جنة التوحيد و الإيمان جنة الصلاة النبي صلى الله و عزهم كان إذا حزبо أم قال أرحنا بها يا بلال يرتاح فيها صلى الله عليه وسلم يرتاح في الصلاة إذا حزبه أمر وأهمه أمر يروح يصلي ما يروح مثل بعض الناس الآن يترك الصلاة فقولي له تتق الله وتخاف الله وما تعلم خاصة هي الآن تمر مشكلة صحية كدمات ما تدري وش السبب هذه رسائل من الله الله عز وجل يعني يعطيها وينبهها عساس تتعظ وترجع إلى الله سبحانه وتعالى والدنيا ما تسوى أن الواحد يترك فيها عبادة من العبادات الدنيا هذا ليست بشيء الدنيا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربتها ماء الدنيا عرضها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام قال ما لي وللد دنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب ان استضلت تحت ظل شجرة في يوم انصائف ثم تركها وانصرف وسبحان الله أنا متعجب من الشباب من الجنسين يعني يشوفون آيات أمامهم ودروس وعبر ورسائل من الله ومع ذلك كل يقول هذه منجيتي أنا غير لا ما أنت غير الموت اللي مر على جارك ترى بيجيك الموت اللي مر على صديقتك وتركي بيجيك في يوم الأيام بعدين الموت ما يعني بعض الناس يقول الموت يضيق الصدر لا ما في صحيح صحيح الواحد ما يحب الموت لكن الموت يخليك تستقيم على الصراط المستقيم تأخذ مما أحل الله ما تروح للمحرمات لما يتذكر الإنسان الموت أول شيء يطيع الله ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ مما أباحه الله وأحله ما يروح للمحرمات والحمد لله يعيش عيشة رضية وحياة هنية وسعيد في هذه الدنيا لأن المباحات أكثر من محرمات والحلال أكثر من الحرام الحلال أكثر من الحرام وشوفوا هذا جربوا يعني كل المحرمات تجدون لا شيء أمام ما أباحها الله سبحانه وتعالى صلى الله تعالى أن يهدي ابنتك يا هند ويهدي كل أبنائنا وبناتنا وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا وأن يعافينا مما أبتلى به كثير من الناس من ترك الصلاة أو التساهل فيه العبادات والطاعات بالنسبة للكدمات يا أختي هند تحتاج بنتك إلى رقية هي رسالة من الله عز وجل وقد يكون تسلط عليها شيطان تسلط عليها أو هي عين مثلا بنتك الآن طبيعي جدا يعني تاركها للصلاة طبيعي جدا تحت وشها الشياطير تسلط عليها العين والحساد وطبيعي كليلة تحت تحصن بذكر الله وبالصلاة وقراءة القرآن وإن شاء الله بإذن الله ما عندها للعافية هند من السعودية تسأل تقول يعني زوجي كل ما قلنا شيء قال خيرة خيرة تقول الكلمة هذه طيبة إيه نعم طيبة يا هند كلمة خيرة طيبة الخير وفيما اختاره الله عز وجل ولذلك نحن إذا هممنا بالأمر نستخير الله عز وجل يعني نطلب خير الأمرين هذا المعنى لذلك إذا صار شيء وقلت أنت ولا زوجك خيرة هذه كلمة طيبة هذه كلمة تدل على الإيمان بالله وعلى الثقة بالله وإحسان الظن بالله وأن الله تعالى بيده الأمر كله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك كلمة خيرة وخير وكل خير هذه كلمة طيبة وجميلة جدا وهي في واقع الأمر فيها فأل وفيها ثقة بالله وحسن ضم بالله وتسلية أيضا يعني بعض الناس الآن يصير عليه حادث في السيارة زين يقول خير إن شاء الله خير يقول خير خير كيف؟ نعم خير لأن الله عز وجل دفع شر أكبر عنه يعني مثل ما يقولون العوام في الحديد ولا في النفس في الحديد ولا في النفس فصارت الضربة في السيارة ما صارت في صاحب السيارة أو اللي معا في السيارة كمثال يعني إنسان يمرض يطيح ولا ينكسر الولد ولا شيء يقولون خير إن شاء الله لأن الله دفع شر أعظم وهو الموت مثلا بهذه الطريقة بارك الله فيك حنا من السعودية تقول أنا نذرت في الزمان الماضي وما كنت أعرف بأن النذر مكروه كنت مريضة وقلت يعني إن شفان الله سأفعل كذا وكذا تقول طلعت النذر وأنا ما شفيه تماما يعني إنما يعني بشكل خفيف وبعدين الحمد لله عافان الله هل يلزمني أعيد النذر؟ الجواب لا يقتل فاضل حنا بارك الله فيك ما يلزمك ما دام أخرجت النذر حتى ولو لم تستتم العافية عندك ولم تكتمل الصحة أخرجت النذر مأجورة إن شاء الله وأديتي واجبا ولا تعيدين النذر لكن لأن تعلمت الحمد لله حكم النذر أنه مكروه في قول جماهي الأهل العلم وإحذري من النذر بارك الله فيك حنان تسأل عن أغماض العينين في الصلاة تقول يعني لأجل الخشوع ما حكم ذلك أختي حنان بارك الله فيك الأصل أن المصلي يفتح عينيه في الصلاة هذا هو الأصل في جميع أحوال الصلاة يفتح عينيه هذا هو الأصل وإذا احتاج مثلا إلى إغلاق أغماض عينيه لسبب من الأسباب كغبار مثلا أو ريح مثلا تسف الرمل مثلا لا بأس بأغماض العيني كذلك في مسألة الخشوع إذا كان الشخص يعتقد بأنه يعني جرب ما يخشع إلا إذا أغمض عينيه لا بأس أن يغمضها يعني ولكن لا يجعلها في جميع الصلاة في جميع الصلاة وإنما يغمض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى خشوع مثلا إذا يعني أتاه وارد من الواردات خاطر من الخواطر ورأى بأنه يحتاج أن يخشع لا بأس أن يغمض عينيه لأنه ما ثبت نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما المروي عن عائشة رضي الله عنها نهت عن ذلك وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى إغماض عينيه إذا كان مثلا في مكان وأمامه حركة شديدة يعني حركة شديدة سواء يصلي لوحده أو يصلي في مسجد مثلا زجاج أمامه في حركة وما يستطيع أن يخشع لا بأس بأن يغمض عينيه إذن القاعدة في هذا أن إغماض العينيين قائم على مصلحة المصلي فإذا رأى المصلي أن من المصلحة أن يغمض عينيه لأن هذا سبب من أسباب الخشوع لا حرج على أن لا يعني يستديم الإغماض يستديم إغماض العيني أما إذا رأى بأنه إذا أغمض عينيه بعض الناس يا حنان إذا أغمض عينيه شوش أكثر شوش أكثر يعني يسرح أكثر يختلفون ولذلك يترك هذا بارك الله فيك فضلي أمت الله السلام عليكم عليكم السلامة الله سيد الشيخ شو علي أنه أتصرف لما أكون عم بصلي مع زوجي هو وإذا زاد الركعة يعني طلّ خمسة بدل أربعة وأنا كنت عارفة هلأ شلون لازم أتصرف يعني أنا به إن شاء الله يعني اليوم طلينا وأنا طلّيت معه خمسة قال لي لا يجوز نبهيني أنه أنتي طلعني صليتي خمسة رقعات بتعرف أنه هيدو ده خمسة إن شاء الله وفيما بحال أنه ألل الرقعات يعني شلون طريقة التنبيه للإمام إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام محمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام يعطيك العافية عافيكي شيخ أول سؤال عندي أنا أقرأ لما أصلي النوافل وقيام الليل أقرأ من القرآن الكريم وجهين أحيانا تجيني سجود سجود التلاوة وإيه وأنا في الصلاة هل أرفع إيدي للتكبير أو أنزل على طول للسجود إن شاء الله وثاني سؤال الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم وأمنا حواء في الجنة وقال هو بطوم منها فهل أمنا حواء هي نفسها اللي نزلت حبطت مع سيدنا آدم إلى الأرض أم هي وحدة ثانية يعني لأنهم بقولوا أنه الله خلقها من ضلع آدم في الأرض فشو التفسير يعني إن شاء الله شكرا شيخ مرحب أختي أمت الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام أمت الله كيف الحال مرحب أختي شيخ الله يرضى عليك بنتي عندها إذنها ملتهاب مرة التهاب مرة شديد شديد مرة والدكتور مانع هيقول حذاري حذاري الموية فيها وهي الله يكرمك على هذه الدورة يقول بغسر راتي كده الوحدة وبعدها نغسر جسمي يجوز أم لا يعني هي الآن تباتقت من الدورة أيو أيو والدكتور تحذرها مرة 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 يقول إذن لا يجيها نقطة موية ما يجيها وتقول يعني على جنب أغسر راتي أم بعدها نغسر جسمي طيب الالتهاب داخلي ولا ظاهري خارجي نا داخلي مرة دائما كل شوية نتحبون منها موية أي يعني تقدر تسكر ذانها بقطنا ولا بشي تسكرها بس مستحيل لازم يجيها موية لأنها ملتهبة مرة التهاب شديد مرة يعني كل يوم الدكتور يتحب منها موية كل يوم دكتور يتحب منها موية الله يعافي إن شاء مرحب مرحب طيب حنان من السعودية بارك الله فيه تقول سبق أني سألتك عن دعاء واللي يتعلق بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل والخضر وأنا تذكرت هذا السؤال وأجبت جواب طويل ونبهت على مجموعة من المسائل تقول يعني هذا السؤال جاني من أختي على أساس أن يعني تدعو به من دعا به فله كذا وكذا أو كذا تقول كلمت أختي تقول لا أنا جربته وشفت بالمنام أن هناك أحد حاسدني وشيء من هذا القبيل تقول كيف أقنعها حنان بارك الله فيك يقول الله جل وعلا إن عليك إلا البلاخ فأنت بلغتها خلاص يعني أنت الآن لا تسألين عنها يوم القيام لا تسألين عنها يوم القيام إن عليك إلا البلاخ وإنك لا تهدي من أحببت فعناد أختك هذا غير غير جيد عناد أختك غير جيد ومحاولة يعني ترويج هذا الحديث على اعتبار أنه هي جربته وشافت شيء ما يدل على صحة الحديث لو الدين بالتجربة ما بقي دين لو كل واحد يجرب ما بقي دين وما بقي إسلام كل واحد يجرب من عند رأسه لذلك الإنسان يقف عند حدود الدين عند حدود النصوص القرآن والسنة أنت بلغتها ما عليك شيء بالنسبة لك يا أخت الفاضل الأمر الآخر لماذا حتى أقول اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله أروح أجيب حديث مكذوب لماذا يعني حتى أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أجيب حديث مكذوب وهل نحن بحاجة إلى قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لها بأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله غير ما طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة هذا أفضل الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أفضل الكلام حسبنا الله و نعم الوكيل من أفضل الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أفضل الكلام فلماذا هذا الكلام المشروع أخلطه بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليش أخلط الكلام الطيب بشيء مكذوب على النبي أروج هذا وأين الدليل على أن من قال كذا له كذا ما في دليل فأنت أخطى الفاضلة بلغتها والحمد للأقمت الحج عليه سيسألها الله عز وجل لأن الكذب على النبي خطير من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ودين الإسلام ليس بحاجة إلى الكذب حتى نروج والله لدين الإسلام دين الإسلام كامل ولله الحمد وذكر بالقرآن من يخاف وعيد النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق ما في حاجة أني والله حتى أعلم الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله أجيب حديث مكذوب هذا كلام يعني غاية في الخطورة ولا تتساهل أختك في هذا ربما تحمل وزر عظيم لما تروج مثل هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وخبريها بأن دين الإسلام ليس دين تجارب ما يعرض على العقول ولا يعرض على الآراء ولا يعرض على الأهواء ولا يعرض على التجربة ولا نجرب نشوف ولا لا هذا كلام غاية في الخطورة دين الإسلام العلماء يقول العبادات الأصر فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يريد الدليل لا بد لو كان شيء لو حرفا واحد لا بد أن يأتي من قال الله قال رسول الله أما الدنيا فالأصل فيها الحل والجواز والإباحة المعاملات والعادات إلا أن يريد الدليل بخلاف العبادات بخلاف النصوص القرآن والسنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه حذر ومن جملة والكذب في هذا الوقت أو ترويج الأحاديث في هذا الوقت الضعيف والموضوع أخطر من أي وقت سابق لماذا؟ لأن بضغطة زر الحديث هذا المكذوب والموضوع المصنوع ينتشر النار في الحاشيم يصل إلى الأقاص القصية من الكرة الأرضية يصل إلى أبعد القارات بضغطة زر عن طريق وسائل التواصل تعال رد هذا الحديث وتتوب إلى الله يعني كيف تسترد هذا الحديث وكيف تتدارك هذا الخطأ الذي حصل منك ونحن دائما في البرنامج هذا وغيره نقول للناس عليكم بالتؤدى عليكم بالحلم عليكم بالصبر لا تستعجلون كلما جاء واحد رسالة نشرها لأن من نشرتها ملكتك أي رسالة تنشرها ستسأل عنها يوم القيام أي رسالة مثل الكلمة الكلمة ما دمت أن تحابسها في صدرك فأنت تملكها من تطلع منك ملكتك إما لك وإما عليك الرسائل هذه رسائل الجوال هذه مثل الكلمة ما دام أنك وضعها عندك ما نشرتها وما نشرتها حتى تتثبتون من أهل العلم أنتم تبلكونها تحذفينها مباشرة أما إذا خرجت خلاص ملكتك وملكك ملكتك هذه الرسالة وأصبحت أسير لها فإذا كانت خير خير لك وإذا كانت شر شر عليك نسأل الله العافية والسلام وهذا الشر مثل ما ذكرت في زماننا شيء مخيف شيء مخيف بلحظ ثواني الرسالة تنتشر في الآفاق في الشرق والغرب الإنسان يحذر قديما ما كان فيه مثل وسائل التواصل إذا واحد نقل حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ما يتجاوز محيط حارته ومسجده بس الآن لا نسأل الله العافية عموما أنت أديت اللي عليك وذكريها وعلميها قولي دين الإسلام مقايم على التجربة ترى الشيطان يحذر أحيانا ويريها شيء حتى تصدق هذا الحديث المكذوب وفاعدين ما شاء الله لا قوة إلا هذه مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة ما في داعي أني أنا أروح أكذب على النبي أو أروج حديث مكذوب على النبي وتبناه أنشره حتى والله أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيك حنان من السعودية تسأل تقول يعني لو أن هناك من يهدد بقطع الرزق هل الإنسان يدعو ربه جل وعلا أن لا يتمم هذا الأمر أو أنه يدعو بالخير أختي حنان بارك الله فيك مثل ما نذكر دائما قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والأصل في الإنسان إذا كان يعمل أنه يسعى البقاء في العمل ودفع التهم عن نفسه رفع الظلم عن نفسه مثلا محاولة تصحيح الفكرة المغلوطة عنه مثلا يعني قد يكون شخص مثلا موظف نقل كلام إلى المسؤول وكذا وهدد بقطع رزقه يروح يقول أنا ما هو الدليل هذه مكيدة يعني شيء من هذا هذا حق مشروع الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فالإنسان يدافع النفس يقول مثلا هذا غلط هذا حرام هذا لا يجوز هذا الظلم مثلا قضية أنه يقول والله أنا أوكلت أمري إلى الله وما أدري الخير وين لا شك بأن هذا يعني فيه توكل عظيم على الله عز وجل وثقة بالله وحسن ضم به سبحانه وتعالى وقد يكره بعض الناس يعني تصرف تجاهه أو إجراء معين في حقه طبيعي جدا طبيعة البشر يكرهون هذا لكن ما يدري لعل الله عز وجل يعني أراد له خيرا عظيما أراد له باب رزق أوسع من هذا الرزق فسؤال الله الخير عموما على كل حال هذا شيء طيب بارك الله فيك أما تالله من أبو ظبي تسأل تقول يعني إذا كنت أصلي مع زوجي مثلا في البيت وزاد ركعة أو نقص ركعة تقول يعني ما العمل تقول حصل معي اليوم أن زوجي زاد ركعة ونبهت بعد الصلاة فقال كان الواجب عليك أن تنبهينني أثناء الصلاة هل كلام صحيح؟ نعم وقت الفاضلة كلام زوجك صحيح فأنت زوجك يعني إذا مثلا زاد في الصلاة تقولين سبحان الله ترفعين صوتك لأنك مع زوجك فقط لو كنت في المسجد مع الناس تصفقين أو تصفحين لكن مع زوجك تقولين سبحان الله تنبهين على الزيادة هذا هو الأصل ولذلك إذا زاد زوجك ركعة فالصلاة تقولين سبحان الله إذا رجع إلى جلسة التشهد ترجعين معه إذا أبى وانت متيقنة بأن هذه الخامسة ما تتابعينه تظلين جاسة في الركعة الرابعة وتجبين التشهد وإذا حبيت تسلمين أو تنتظرين تسلمين معه الأمر واسع ولو سلمت انفردت عنه جائز لماذا؟ لأنك أنت تعتقدين بأن هذه الركعة هي الخامسة وهي باطلة في حقك أنت لأنك أنت علمتي هو ما يعلم أنها الخامسة يعتقد بأنها الرابعة ولذلك هو معذور أما أنت غير معذورة هذا مستقبلا طبعا أنت تجهلين هذه المسألة وزوجك قد أحسن حينما قال لك إذا أنا أخطأت نبهيني حتى في النقصان تقولين سبحان الله وتقومين معه وتسجدون للسهو بارك الله فيك أم أحمد من الشجيرة بارك الله فيها تقول أنا في قيام الليل يعني أقرأ أحيانا وجهين في كل ركعة لما أمر بآية السجدة وأسجد على الأرض تقول أرفع يديني الجواب لا يا أم أحمد بالنسبة لك إذا أنت يعني تقرأين مثلا ثم مريتي بآية سجدة من سجدات التلاوة وحبيت تركع حبيت تسجدين ما ترفعيني ديك وإنما تقولين الله أكبر تقول الله أكبر وتسجدين على الأرض وإذا قمت تقولين ما تقولين شيء لأنك رجعت إلى صلاة رجعت إلى صلاة يعني من أهل العلم يقول تكبر أيضا في الرفع لأنها رجعت إلى الصلاة ومن أهل العلم يقول لا ما تكبر في الرفع ومن أهل العلم يقول لا تكبر لا في أول السجود ولا في القيام من السجد لكن الذي يظهر بأنك إذا مريتي بآية سجدة في الصلاة تكبرين لما تسجدين من دون رفع الأيدي ما ترفعيني ديك وإذا قمت من سجدة التلاوة تكبرين تقول الله أكبر أما خارج الصلاة إذا كنت تقرأي خارج الصلاة ومريتي بآية السجدة وحبيتي تسجدين تقول الله أكبر في بداية السجود ولما ترفعين ما تكبرين لأنك ترفعين إلى غير صلاة ترفعين إلى غير صلاة لأن أنت لست في صلاة بارك الله فيك يا أم أحمد أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول يعني معلوم بأن الله خلق آدم في الجنة وخلق حواء أيضا وقال اهبطوا منها تسأل تقول يعني هل حواء اللي نزلت مع آدم إلى الأرض هي التي خلقها الله من آدم أو عمرأة ثانية أختي أم أحمد بارك الله فيك خلق الله آدم وأسكنه الجنة ثم خلق حواء من آدم من ضلعه الأيسر ثم لما أكل من الشجرة بإغواء إبليس عقبهم الله عز وجل وعاقب معهما إبليس فقال اهبطوا منها جميعا فهبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس وبدأت المعركة بين إبليس وبين آدم وذرية آدم فحواء واحد يا أختي الفاضل هي التي خلقها الله من ضلع آدم الأيسر في الجنة واحدة هي التي نزلت معه هي التي نزلت معه وقيل بأن لما نزل تفرق فيعني آدم نزل هكذا يقول أهل التفسير طبعا وما في يعني ما يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في كذا والتقيا في عرفة هكذا يقول المفسرون وقيل سميت عرفة بهذا الإسناد وهذا ما له إسناد يمكن الاعتماد عليه والاحتجاج به والإطمئنان له لكن عموما الله عز وجل قال هبطوا هبطوا إلى الأرض وبدأت ذرية آدم في التناسل فحواء واحد أخت الفاضلة هي التي كانت في الجنة ونزلت معه بارك الله فيك فضل أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام أخت الله كيف يا شيخ أنا مرحبا تفضل يا أبو أحمد سوال يا شيخ تفضل كنت رايح الحج ونزلنا في جدة وفي هنا أقاربناك لأننا استقبل أقاربنا من دولة ثانية وعادنا عشر تأيام وحرمنا الحج من جدة ما أدري هل هو صح حجنا ولا في شيء يعني أنتم أنتم رحتوا الحج ما أحرمت يا أبو أحمد لا والله يعني زماعة العبدانية الصغيرة يمكن 25 سنة قديم يعني قديم وحرمت من جدة وقالوا إنها من جدة بيقعد لفترة في جدة ناس يعني مش مشاعقة أهل المدينة وأنتم أسرى رايحين للحج ما رايحين لأقاربكم لا 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 رايحين لأجي بس أقاربوا ونزلوا معنا في جدة وبرضا ما أحرمه أحرمنا مع بعض الكل إن شاء الله يا أبو أحمد السلام يا شيخ مرحبا تظلم محمد عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله يسلمك وزادك علمك نفعنا بما علمك الله سبحانه وتعالى شيخ لو سمحك عندي سؤالين سؤال الأول ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الصابقون ذكرهم ثلاث مرات فمن هم الصابقون إن شاء الله هذا ذكرهم مع المؤمنين واليهود والنصارى ومرة أخرى ذكرهم مع يعني أبي أعرف منهم الصابقون إن شاء الله هذا أول سؤال السؤال الثاني نحن نقدر طبعا معلوماتك وأنا حريصة على البرنامج مالك أين كنت في أي مكان بالعالم ولكن في عندي برنامج أنا أتابعه على التليفون لشخص لدكتور اسمه شهابي لو سمحت لا تذكر أسمع رجعا هذا الرجل الله يسلمك هو أستاذ علم الفقه علم الحديث في جمعة الأزهر فهو أن حين سمعتك تقول إن ما نأخذ في أي شيء غير ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام صحيح هو في بعض الأحيان وفي بعض البرامج مالك يقول إن قال أحد الصالحين عن فلان عن فلان عن فلان إنه في ليلة من الليالة قراءة يا سين سبعة مرات ففتح له الرجل وهو أستاذ علم الحديث أستاذ علم الحديث في جمعة الأزهر يستدل من الحديث من الرسول عليه السلام ولكن لم يذكر أن هذا صدر عن الرسول عليه السلام ولكنه يقول عن فلان ابن فلان عن فلان أنه كان في ليلة يضيق تظهروا لأنه عليه قضايا تصوى كذا 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 كذا. فقرأوا كذا كذا كذا. إذا دخلت على أحد الأشخاص وكنت تهابي تقرأي كذا كذا. وضعيها في ورقة وضعيها في معصصك. أنا عقلي مشوش. أنا أصق في كلامك جدا 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 جدا. وربي سبحانه وتعالى يدخل كلامك في صدري. وأحاول أن أكون من الذين يسمعون إلى القول فيستبعون أحسن. الله يحفظك. بارك الله فيك. مرحبا. الله يعطيك ويزيدك من علم ويقبل العلم من علمه ويجعل هذا العلم صدق جاري عنك إلى يوم الدين. يا رب شكر الله دعواتك الطيبة الصالحة. بارك الله فيك. مرحبا أم محمد. فأنا مشوش من أستاذ علم الحديث. لا إن شاء الله. إن شاء الله. بأعطيك قواعد بعد قليل إن شاء الله تعتصمين فيها بحول الله. الله يحفظك أم محمد. فضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أفضل. مرحبا أختي. شيخ اليوم أنا صلعت صلاة الفير كنت أقرأ سورة الطلاق. زين في الركعة ثانية يوم كملت الصورة اللي هي آخر شيء قد أحسن الله له رزقه صورة الآية رقم 11. زين أنا بدأت ما أقول هاي قدت ذلك الفوز العظيم. يعني بالغلط يعني مو قفض. فأنا يوم خلصت صلاة سلمت ركعت يعني سجوز السهو. فهل يجوز هذا الشيء ولا أعيد الصلاة. ركعت للسهو. هي نعم. شاء الله يا محمد. زين والسؤال الثاني يا شيختي عندنا شوية شباب هذين اللي لعبون إلكترونيات كبار طبعا عمرهم 28 29 ألعاب إلكترونية. إيه. هذين أنا حس فيهم يعني شوية صار فيهم قصوة يعني حق الرحم والأهل والوالدين. يعني بقيت نصيحة يعني منك حق هالشباب إن شاء الله. إذاك الله خير لك. مرحبا أختي مرحبا طيب. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمت الله من السعودية. تقول عندي بنتي لديها التهاب شديد جدا في الأذن. والدكتور منعها والطبيب منعها من استعمال الماء. الآن هي طهرت من الدورة تريد أن تقتسل. ماذا تصنع. أنا سألت الأخت أمت الله. قلت هل الالتهاب داخلي أم خارجي. قال الداخلي. أختي الفاضلة أمت الله. شف الله بنتك وعافاها وكتب الله أجرها. أختي الفاضلة. أنا أعرف أناس عندهم إشكالات مثل هذه. وإذا جاء فترة الغسل استعملوا أشياء مثل القطنة ويضعون عليها الفازلين أو يضعون عليها أي شيء يعزل الماء. يعني ممكن يتجرب بنتك هذا الشيء لأنه لا يلزم لا يلزم من أراد الاقتصال سواء من جنابه أو من حيض أو من نفاس أنه يدخل الماء داخل الأذن. ما يلزمه. إنما المقصود ظاهر الأذن. ظاهر الأذن. فابنتك الأصل تشاور الطبيب وتقول له والله أنا بحط مثلا الشغلة الفلانية. مثلا إذا قال ما فيها شيء لأنه هو المشكلة داخلية. المشكلة في الطبلة. المشكلة في باطن الأذن مثلا يجب عليها أن تغسل ويجب عليها أن تمر الماء على منطقة الأذن. لأن الاغتسال من الحيض يجب أن تعمل فيه البدن كاملا. والله قال له الطبيب لا ممنوع وخطر عليك. خلاص تغسل سائر بدنها. وبعد ما تخلص تتيمم في أحد أقوال أهل العلم. وإن كان بعض العلماء يقول ما تجتمع طهارتين في عمل واحد. لكن بعض العلماء ذهب في حديث جابر الذي فيه سنن أبي داود. أنه قال إنما كان إنما يكفيه أن يعصب على رأسه وأن يغسل ويتيمم. فقالوا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التيمم وبين الماء. وبعض العلماء قالوا يسقط الغسل كله وتنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. لكن الذي يظهر الخطوة الأولى أخت الفاضلة تصنع هذا الذي قلت لك عليه أنا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تضع قطنة تضع أي شيء طبي في فتحة الأذن. وتغسل بقية البدن بشكل طبيعي. وأعتقد أنها تستطيع. يعني ممكن تغسل بشكل هادي. إذا انتهت. يعني قصدي إذا ما استمع. قال منعها الطبيب عفوا. الطبيب منعها. قال لا ممنوع. ممنوع لا تفعلين أي شيء. هنا تغسل سائر بدنها. تضع بلاستيك. تضع شيء من الأشياء العازلة للماء. وتغسل بقية سائر بدنها. وتتيمن بعده الإغتسال. وأسأل الله تعالى لها العاهية. أبو أحمد بن أبوظبي يقول قبل خمس وعشرين سنة. رحنا الحج. وكان رحنا استقبلنا أقاربنا في جدة. وبعد عشر أيام حجينا وحرمنا من جدة. وحجينا. ما حكم حجنا. يا أبا أحمد بارك الله فيك. أبا الشرك. حجك صحيح. حجكم جميعا صحيح. ولله الحمد والمن. لكن على كل واحد منكم دم. وذلك لأنكم تركتم الحج. تركتم الإحرام من الميقات. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فأنتم تركتم الإحرام من الميقات. ميقاتكم ليس جدة. سواء كنتم في الخليج أو كنتم في جهة اليمن. أو كنتم في جهة مصر. و بلاد الشام. أو كنتم من جهة نجد مثلا. أو كنتم من جهة العراق. هذا جدة ليست ميقات. جدة ميقات لأهلها. لأهلها. أما بالنسبة لكم. حجكم صحيح. ولله الحمد. إذا جبتم الأركان و جبتم كذا. إن شاء الله جبتوها. لكن على كل واحد منكم دم. الآن تذبحون في مكة. لترككم واجبا مواجبات الحج. أم محمد من الشارقة. بارك الله فيها. تسألت عن الصابئة. اللي ورد ذكرهم في القرآن. أخت الفاضلة أم محمد. بالنسبة للصابئة في قول أهل العلم من أهل التحقيق. من أهل التفسير. أنهم قسمان. القسم الأول أهل توحيد. أهل توحيد. ولذلك ذكرهم الله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى أخوة الصابئون. هؤلاء أهل توحيد وإيمان. هؤلاء ذكرهم الله مع المؤمنين. النوع الثاني لعبدت الهياكل. اللي كانوا على عهد إبراهيم الصابئة. هؤلاء يعبدون الهياكل. ولذلك الله عز وجل. لما بعث إبراهيم. حاجهم في هذا. لما قال إبراهيم. رأى كوكبا. قال هذا ربي. رأى قمرا. رأى الشمس. قال هذا أكبر. هذه محاجة لأنهم كانوا يعبدون الهياكل. فهم على قسمين يا أخت الفاضلة. يا أهل توحيد وأهل إشراك. هؤلاء الذين جاء ذكرهم في القرآن. أم محمد تقول. يعني أنا أتابع بعض البرامج. فيما يتعلق بقضية بعض الأشياء. يقول يعني تقول. يوجد مثلا شخص. يقول بأن حدثنا فلان عن فلان. بأن شخص استعمل أو قرأ سورة ياسين. سبع مرات كذا. فحصل له كذا. رأى رجلا صالح أن يقول كذا وكذا. تقول ما ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول نحن أمام تناقضات. ما ندري من نستمع إليه. أختي أم محمد. بارك الله فيك. أولا أنا أقدر جميع العلماء. وأحترم جميع طلاب العلم. وأصر الله تعالى أن ينفع بالجميع. الأمر الثاني أختي الفاضلة. ربنا جل وعلا تعبدنا بكتاب الله. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصدران. اللي نأخذ منهما دين الإسلام. ولذلك الله عز وجل قال عن نبيه مزكيا إياه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينة. فمن لم يرضه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أرضاه الله. لأن البدع أخطر شيء على دين الإسلام. البدع تنخر في دين الإسلام. كما تنخر السوسة في النخلة. كما تنخر السوسة في الشجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال. من عمل عملا ليس عليها من رأس. فهو رد. والعليه الصلاة والسلام. من أحدث في ديننا هذا. ما ليس منه فهو رد. يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء. الراشدين المهديين من بعد. عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. المسألة الأخرى أخت الفاضلة. نحن بالنسبة للعصمة. لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل من هو سوى الرسول. معرض للصواب والخطأ. ولذلك نحن ما نحتج بالرجال. نحن نحتج للرجال. يعني شخص أنا أقدره و أحبه و أرى بأنه عالم. بذاته ليس حجة. ليس حجة لأن هذا يخطئ و يصيب. و قد يظلو العياذ بالله. نسأل الله العافية و السلام و الستر. ولذلك نحن نقول أين دليله. إذا أتى بشيء أين دليله. من أين أخذ هذا الكلام. الإمام أحمد. إمام أهل السنة. ماذا يقول؟ يقول لا تقلدني. ولا تقلد الشافع ولا مالكا ولا سفيان. و أخذ من حيث أخذوا. يعني من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أخت الفاضلة. الآن ذكرتي بأن شخص يقول والله ذكر عن رجل. يقول من قرأ سورة ياسين سبع مرات حصل له كذا و كذا. أين الدليل؟ أنا نتمنى والله أن يكون هناك قول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عشان نروح سورة ياسين نقرأ سبع مرات. ليحصل لنا ما يذكرونه. وأحيانا يا أختي الفاضلة. سبحان الله أحيانا بعض الناس يعني يفتن و يستدرج و يبتلى بمثل هذا. يعني أحيانا قد يحصل لهم وافقة مثل أخت حنان من السعودية. تقول أنا جربت و رأيت رؤية. هذه فتنة. و جعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ فأحيانا الإنسان يبتلى بالعالم. لأنه ما سأل أهل العلم الذي على المنهاج السليم. كما أن العالم يبتلى بالناس. لأنه ما علمهم العلم الصحيح. أي عالم يروج البدع على الناس. يروج المخالفات. هذا سيسألونها أمام الله عز وجل. هذا فتنة. هو فتنه الله بهؤلاء العوام. لأنه ما عطاهم الحق و ما عطاهم الطريق الصحيح. كما أن العوام فتنة مع العلمة. لأنه ما سألوا العلم الأكابر الأماثل. ما سألوا الذين على الحق. ولذلك افتنون بمثل هذه الصورة. فيا أختي الفاضي لربنا جل وعلا. يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحق عليه نور و علامات. ولله الحمد. طبعا المخرج يقول أنت وقت البرنامج. و أنا و الله عندي كلام كثير يا أختي أم محمد. لكن أعتقد في هذا كفاية. يعني و بركة بإذن الله. أم محمد أعتدر منك غدا إن شاء الله. أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.